بقول لكم يا جماعة مش عايزين كده كل ما تطلع على السطح تلاقوا بسم الله ما شاء الله انتاج يفرح القلب زي اللي انت شايفين دوت عايزة كده كل ما تطلع على السطح كده تلاقي بسم الله ما شاء الله انتاج كتير او او من الزغليل ومن الحمام عايزة تعمل مشروع لبيتك تصريف عليه لبيتك وعلى ولادك ويبقى مصدر رزق لك ولولدك هقولك على حاجة بسيطة جدا عشبة واحدة بس ان شاء الله هنجيبها من عند العطار بسم الله ما شاء الله هتخلي الحمام عندك يكون ربيت حتى لو قاطع ما بيبطش بقلو زمان آآ عندك الحمام يعني بيطلع فيه بضر ايه او بضة بتطلع فيه عندك الحمام ما بيطلعش خالص تعالى اقول لك هنعمل ايه والعجبة اللي احنا هنجيبها دي بسم الله ما شاء الله خطيرة وجبارة عايزين تعرفوا الوصفة ده عملناها ازاي حطوا ليكات كتير للفيديو ويلا بنا كده يا جماعة بس قبل ما تجوا معي نشوف الفيديو ونشوف العجبة يلا تكمان اي حد بشوف الفيديو يشيره يلا كده نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة عباره عن ايه ونشوف الزغلل بتاعتنا بسم الله ما شاء الله انتاج يفرح القلب. شايفين بسم الله ما شاء الله يا جماعة الزغلل عندنا عاملة ازاي? حاجة كده تفرح حاجة تشرح. بسم الله يا ما شاء الله كل ما تطلع وتشوف المنظر ده كده يعني تحس ان انت كده مش عايزة تنزل من عندي الحمام. يلا كده يا جماعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايك ونقول الفيديو بتاعنا النهاردة عبارة عن ايه? زي ما انتم شايفين كده? انا عندي حجم الزغليل ما شاء الله يا جماعة. عندنا بقى كمية قطف ان شاء الله هعملها لكم فيديو قريب جدا. يمكن يا بكرة يا بعد وبازن الله هنزل لكم الفيديو علشان الناس التربطوا مني. حاجة كده بسم الله ما شاء الله ولا في الخيال. شايفين? كده يعني ايه? الحمام عندي بسم الله ما شاء الله بيطلع بالتلاتة. طيب الناس كتير مش هتصدق لا يا جماعة. احنا بسم الله ما شاء الله. لو انت جات شوفت كده ممكن الناس كتير تقول لك اه ساعات بيجي فالتا كده حمام بيطلع بالتلات بضات. او بيبيض بالتلات بضات. وبسم الله ما شاء الله انا وكدت وعلته لكم قبل كده قد ما طلعهم كلته. تعالوا كده بقى. واحنا بنتكلم هنشوف مع بعض انتاج الزغليل. الصفايح كلتها عمران. ليه? طبعا يعني لو انا وقلت لكم انا بشتريش دوم لعند البطري خالص انتو مش هتصدق. فعلا بجد والله يا جماعة. يمكن من يوم ما انا استعظمت الاعشاب الطبيعية وكل الحاجات اللي احنا بنعملها ديت. انا باستخدمش اي علاج بيطلع خالص للحمام عندي. كلتها بالاعشاب والحاجات الطبيعية. وخدوا بالكم. اه ما شاء الله الحاجات ديت يعني يعتبر احسن من من العلاج الف مرة. العلاج ممكن تجي بيه مرة واثنين وثلاثة يعمل مناع عند عند الحمام. اما الاعشاب عمرها ما بتضر ولا عمرها يعني اه بتضر الحمام عندك يعني عمدا. بل بالعكس هي بتفيد الحمام. ده طبعا كل اللي انتم شايفينه معي دوت ده ما شاء الله انتاج الحمام عندنا. ده خلاف بقى اللي هو في الصفايح بس انا حابقت ان انا واروكم الحاجات ديت بسم الله ما شاء الله انتاج زغليل حلو. لف بقى زغلولة. اه تحس ان هي يعني ضعيفة او كشة او يعني تحس ان هي عندها جواف كده لأ. اهلهم ما اكلونهم والحمام ما شاء الله زي الفن. النهاردة يا جماعة هنعمل آآ عشبة بسيطة جدا. ويمكن كمان هي في قلب باتنا. ولو مش عندنا هنجيبها من عند العطار رخيصة جدا جدا مش هتكلفنا خمسة جنيه. وممكن انت كمان تجيبها باتنين جنيه او بتلاتة جنيه على حسب راحتك انت. تمام? العشبة اللي انت شايفينها دي يا جماعة ده ان شاء الله هنغليها وهقول لكم هنعمل بها ايه دلوقتي. مفيدة جدا جدا للحمام. آآ اولا يعتبر فابدة منسة. يعني رفع يعني بيزود معك انتاج الزغليل وكمان بيزود الخصوبة عند الحماة. يعني فيه جماعة الفوائد وفيه جماعة الفتامينات. طيب الوقت احنا هنعمل الآآ السقوة بتاعتهم زي ما انت شايفين كده والحمام هتبدأ ان هي تشرب منه. السقوة اللي انت هوا شايفينها دي يا جماعة آآ انا مش هتزود علىها ميا. لأ هنحط الريتل اللي احنا عملنا ده كلاته. في قلب السقوة وانسيب الحمام. اهم حاجة قبل ما تحطوا للحمام. عطاش الحمام كويس جدا. يعني لازم تكون معطاش الحمام قبلها بساعة. تمام? احنا بنشرح يعني بتراقة سهلة وبسيطة هيت علشان ايه? الكل برضو يبقى عارف معي. طيب الناس اللي بتسألني دايما ليه مش هماء الحمام عندك كويس ولا الحمام بينتج عندك باستمرار وما بينتجش عندين. انا هقول لك على معلومة بسيطة جدا. الحمام يا جماعة بيبقى عامل زي الطفل الصغير. عايز مراعية. عايز اه اه دايما باستمرار. نضافة في الاكل. آآ نضافة في المية. نضافة في كل حاجة. طبعا خدوا بالكوا هقول لك على معلومة بسيطة جدا. الحمام اللي ما بينتجش دور عليه. شوفوا ما بينتجش ليه? هتلاقي عنده ددان. وددان اهم حاجة يا جماعي الحمام يتعالج منها. لان الددان اول حاجة بتقطع معاك البيض. او بتقطع معاك اه بتقطع عند الحمام البيض. تمام? فانا كل اسبوع كده اغلي سقوة شيح والدهلو. دي حاجة سهلة وبسيطة. شوية شيح كده هنجيبه من عند العطار. هغلوهم للحمام. هينضاف كل اللي في المعدة بتاعت الحمام سوى بقى البيض بتاع الحمام البيض بتاع الددان او التفايلات او المقربات اللي بتبقى موجودة في الامعاء او الددان عامة يعني. حاجة تانية برضو يا جماعي هقول لكم عليه. السقية اللي بيكون فيها المية اللي انتم شايفينها قدامكم دي ايه ده طبعا لو هي مش سقية بلاستيك بتبقى مثلا فخار زي اللي انتم شايفينها عندي ديت بتبقى مفتوحة ممكن الحمام بيقاف عليها بيتبرس فيها بيعمل فضلات. الفضلات ديت ممكن مسلا يكون فاها بويضات او فاها ددان او فاها اي حاجة من الحاجات ديت. فبالتالي ممكن الحمام اللي بعضه بيشربها بيرح يسق ولاده وممكن ولاده برضو آآ بتبسط لقوم يدمرهم وينشوفه معاكي يبقى الزغلو اللي انت عايزها بيبقى قليل وضعيف جدا ومش هو دوت اللي انت عايزها. في الحالة دي نعمل ايه بقى? طبعا لازم نخسل وعيان كويس جدا. من الوقت الالتاني بندي فلاجيل يعني ايه بنحط كده في كل سقوة حبيت فلاجيل للحمام علشان برضو الزغليل. الزغليل لو فيه اي مسلا آآ اي طفلات ولا اي بويضات او فيه اي مقربات ولا حاجة في معادة الحمام او في الزغلين ده بتقضي عليه. لايه الفلاجيل يا جماعة مطاهر معه كويس جدا. علشان كده كل الحاجات ديت انا بعملها للحمام عندي. علشان كده دايما الناس بتقول لي ليوم ليوم مش هيماء الحمام عندك بيبقى صاحح وبيبقى انتاج كويس. بس والله يا جماعة انا ما بعمل اكتر من كده. كل الحاجات اللي انتم شايفينها معايا ديت. او اللي انا بقول لكم عليها ديت. ده فعلا اللي انا بعمله. آآ هقول لكم على يعني معلومة بستها جدا بس. علشان برضى بقى انا واضحة معكم. آآ اللي انا بجيبه من عند البطري هو اللي ببقى الرش بتاع الزبابة. ده اللي انا بجيبه. لان طبعا لو انت عملت اي حاجة مش هيقضي على الزبابة. لان الزبابة ديت اكتر حاجة بتنشف معاك الحمام وبتنشف معاك الولدة. فاحنا برضا هقول لكم هو يعني احنا عندنا بسم الله ما شاء الله. آآ مش محتاجين ان احنا نجيب الوقت خالص آآ رش للزبابة. لان الحمام ما شاء الله عندنا نضيف وحلو. آآ ده بقى كلفة بتاعتنا اهيت اللي انا بحطها للحمام. والكلفة دي بقى ما اقول لكوش. ده بتخلى عندي انتاج الزغاليل. ما شاء الله عالية جدا. الكلفة ديت يمكن انا كنت عاملها على قدية. كنت حط لهم بسلة. وعلف. على ببيض يا جماعة. بس مش بكتر علشان العلف ده كويس برضو للزغاليل. والدش اللي انتوا شايفينه دوت. عندما الكلفة بتيجي تخلص من عندي بعمل لهم الخلطة البسيطة اللي انتوا شايفينها ديت. بس في نفس الوقت بسم الله ما شاء الله. بجد فعلا انا هوردوكو انتاج الزغاليل وهوردوكو الزغاليل ان شاء الله الفيديو دوت هينزل لكم بكرة. آآ يا بكرة يا بعضو بازن الله على اساس ان انتوا هتشوفوا معي آآ انا مش عايز اقول لكم بقى ان حجم الزغاليل فعلا بجد والله العظيم يا جماعة يمكن اول مرة استورة في حجم الزغاليل اللي انا شفتها المرة دي. المكان الجديد اللي انتوا شايفينه دوت ده ما شاء الله فعلا وشه كويس جدا او وشه خريعا على على الحمام وكده. آآ من الساعة ما انقلت الحمام هنا في المكان دي حسيت ان الحمام ما شاء الله يعني ايه? آآ صحته جات على على المكان هنا وبسم الله ما شاء الله بيأكل الزغاليل بتاعته وبهتم بالزغاليل الوحلوة او زي الفل. طيب. آآ تعالوا بقى كده يا الله يا جماعة علشان ما نطولش عليكم واقول لكم العجبة اللي انا حطتها ديت. ده اسمه ايه? بس همحط الوعيتان الاول للحمام. علشان طبعا انا بحط وعيتان اتنين يكلهم لان ما شاء الله العدد كبير وما ينفعش ان انا احط في وعية واحدة. زي ما انت شايفين كده. آآ طبعا يا جماعة الناس اللي بتقول انت بتأكينكم مرة اكلة ومشايماء او بتسيب الاكله قدامهم طول النهار ولا لا? كل الحاجات ديت وكل التفاصيل ديت انا هقول لكم عليها بالتفصيل. علشان الناس اللي هي عايزة ربي او آآ غاوية ان هي تبدأ ان هي تربي حمام شايفين بسم الله مشاء الله الزغاليكولات هنزلت على الارض. فهعمل لكم فيديو يا جماعة بكل الزغاليل ديت اللي انت شايفينها ديت. لانها من منها كبرت بقى بدأت ان هي تنزل على الارض. طيب. علشان ما توش منكم في السؤال هقول لكم. الناس اللي يا جماعة ازا تعرف انا بأكل آآ بالطقة ولا بسيب الاكله طول النهار ما ينفعش ان انا اولا اسيب الاكل قدام الحمام طول النهار. الحمام بالزاد يا جماعة ما ينفعش لازم ياكل بالطاقة. الحمام لازم تجوعيه. آآ هتقول له طيب ما هو رزا غالية مش هاي ما قوي زا غال بتاعته هتهجوه لا. انا باكل الحمام مرتين اتنين في اليوم. تمام? باكله مرتين اتنين في اليوم وباكله بالطاقة. ممكن لو انت سيبت الاكل قدامه له نهار بيزاد الاكل. بتبرز عليه. ممكن بقى تبص تلاقيه واقف كاشش ما بيأكلش كل الحاجات دي يأتي. انما لما تجوعيه تو بص تلاقيه يجب معك على الاكل. ويأكل ولاده. ويأكل ويجبع وصحوته تبقى كويس. تمام? طيب. ده جماعة بقى السقوة ان شاء الله اللي احنا هنحطها للحمام عندنا اللي انتوا شايفينها ديها المشروب الاحمر دوت. ده من احسن وافضل المشروبات اللي انت ممكن تحطها للحمام. وعلى فكرة المشروب ده يا جماعة ده هتعمليه. فريت له مية. والريت له هتحطه هو هو زي ما هو للحمام. مش هتزوده مية خالص. العشبة ده اسمها ايه? ده اسمها كركة ايه? تمام? او الكركة دي. ده بنجيبه من عند العطار. لو مش موجود عندنا بس هو معظم اصلا معظم كل الناس ببقى عندها المشروب دي. لانه مش موجود في البيت هتمل عند العطار. هيديك باتنين تنة جنيه بخمسة جنيه على حسب ما انت عايزة على حسب طلبك. هتجيب تلات معالي تغلوهم على ريتلو مية كده وتسيبوهم محالهم لغاية ما يبردوا معانك خالص بس اهم حاجة تغطي عليه. اي عشبة انتوا بتعملها يا جماعة او بتغلوها بتغلوها حاولوا ان انتوا تغطوا عليه وبعد كده هتحطها للحمام يشرب منها بس اهم حاجة ما تفضلش قدام الحمام اكتر من اتنشر سنة.